السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالجميع إلى هذا الفيديو الذي سنشرح فيه منح ماليزيا الدولية المقدمة من الحكومة الماليزية للدراسة في أفضل الجامعات الماليزية والتي تحتل المراتب ضمن أفضل 500 جامعة في العالم قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه المنح شروط التقديم وكذلك التخصصات المتوفرة والوثائق المطلوبة للتقديم نرجو منكم دعم القناة إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة حتى نستمر في نشر المنح الدراسية وتوضيح التقديم لها بداية نستعرض الإعلان الرسمي للمنحة على موقع وزارة التعليم العالي الماليزية هذا هو الموقع الرسمي للوزارة وهذا هو إعلان الخاص بالمنحة ماليزيان انترناشنال سكولرشيب ام اي اس للعام الفين واحد وعشرين ونلاحظ هنا المواعيد التقديم آخر مواعيد للتقديم الذي سيكون ثلاثين أبريل الفين واحد وعشرين ويمكننا التقديم عن طريق الضغط على هذا الرابط أو يمكننا الضغط على هذا الرابط من أجل الدخول لمعرفة شروط المنحة والتفاصيل المنحة والوثائق المطلوبة إذن بعد الضغط على الرابط الخاص بالوثائق وكذلك الشروط هذه هي الصفحة الخاصة بتفاصيل المنحة نلاحظ أولا الدول والجنسيات المسموح لها بالتقديم مع آخر موعد للتقديم كذلك كيفية التقديم وما هي الوثائق المطلوبة للتقديم بالإضافة إلى شروط التقديم وكذلك المرحلة الدراسية المتاحة في هذه المنحة والجامعات كذلك المتاحة في هذه المنحة وبقية التفاصيل منها تمويل المنحة وغيرها جميع هذه التفاصيل سنوضحها إن شاء الله بشكل مختصر ومرتب في هذا الفيديو ننتقل الآن إلى التفاصيل بالنسبة للتفاصيل هذه البنح أولا الجهة المولئة للمنح هي الحكومة الماليزية ممثلة بوزارة التعليم العالي الماليزية بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاحة في هذه المنحة الماجسير والدكتورة فقط بالنسبة لتمويل المنحة كما هو موجود في موقع المنحة أو الإعلان الرسمي للمنحة أولا إعفاء الرسوم الدراسية كاملة وكذلك راتب معيشة شهري لتغطية النفقات يقدر بـ 1500 ريجنت ماليزي أي ما يقابل 375 دولار طبعا تختلف النفقات من طالب إلى آخر لذلك ينصح جميع المتقدمين بشدة بالتحقق من نفقات المعيشة المتوقعة في ماليزيا وقد تختلف من مدينة إلى أخرى قد يكون هذا الراتب كافي أو بد يكون غير كافي اعتمادا على أشياء كثيرة بالنسبة للجنسيات المصموح لها بالتقديم عادة في العوام الماضي كانت هناك عدة جنسيات عربية منها اليمن وغيرها لكن هذا العام هناك عدد محصور من الجنسيات العربية فقط دولة فلسطين وكذلك المملكة المغربية بالإضافة إلى عدة دول أخرى منها أندونوسيا وبروناي دار السلام وعدد من الدول التي تلاحظونها أمامكم بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم في هذا المنحة فهناك تخصصات نوعية وجيدة جدا منها العلوم والهندسة كما تلاحظون هذه التخصصات من خلال موقع المنحة والإعلان الرسمي لها العلوم والهندسة بأي تخصص ضمن هذا المجال سواء كانت هندسة مدنية هندسة كاربائية أي تخصص كان ضمن الهندسة وكذلك أي تخصص ضمن العلوم بالإضافة إلى الزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والتمويل الإسلامي وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأي تخصص ضمن هذا المجال وكذلك نجال التكنولوجيا الحيوية والأمن الحيوي وسلامة الغذاء بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق والدراسات البيئية وأهم تخصص يوجد معنا هو العلوم الصحية لكن هناك مراحلة كما تلاحظون الآن أن هذا التخصص لا يشمل التمريض وكذلك لا يشمل الطب والصيدلة السريرية يمكنكم مراسلة المسؤولين عن المنحة على الإيميل الذي سنضعها لكم إن شاء الله في آخر الفيديو وسنضعها إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو للتأكد من التخصصات الصحية المتوفرة في هذه المنحة قدروا يكون هناك طب أسنان أو أي تخصصات أخرى يمكنكم التأكد أو مختبرات مثلا ننتقل الآن إلى بقية التفاصيل طبعا هناك ملاحظة يمكن للمتقدمين اختيار أي دورة أو أي تخصص لهوصلة ضمن المجالات المذكورة أعلى طبعا بالنسبة لقائمة الجامعات المتاحة هناك 24 جامعة متاحة للتقديم في هذه المنحة وتعتبر من أفضل الجامعات الماليزية تحتل المراتب الأولى في ماليزيا وتعتبر من ضمن أفضل 500 جامعة في العالم حيث نلاحظ في أحد مواقع التصنيف الجامعات العالمي نلاحظ مثلا الجامعة الأولى تحتل المرتبة الثانية على مستوى ماليزيا وتحتل المرتبة 474 على مستوى العالم كذلك أغلب الجامعات تحتل المراتب 500 أو 509 ضمن التصنيف العالمي بالإضافة إلى الجامعة الأولى في ماليزيا يونفرستي مالايا تحتل المرتبة الأولى على مستوى ماليزيا وكذلك المرتبة 316 على مستوى العالم إذن الجامعات نوعية وممتازة جدا جدا وتصنيفها عالي وقوي تعتبر فرصة مميزة جدا بالنسبة لشروط التقديم في هذه المنحة كما تلاحظون الآن أولا ألا يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن 40 عاما ثانيا ألا يزيد عمر المتقدم لدراسة الدكتورة عن 45 عاما بالإضافة يجب أن يكون المعدل أكثر من 3.5 بالنسبة للتقدير من 4 أو ما يعادل 87% بالنسبة للتقدير المئوي أو يكون تقديره جيد جدا في البكاليريوس للمتقدمين للماجستير هذا ما يخص الماجستير وكذلك ما يخص المتقدمين للدكتورة يجب أن يكون معدلهم الأكاديمية ومعدلهم التراكمية في الماجستير لا يقل عن 87% أو 3.5 من 4 كذلك يسمح التقديم لثلاث جامعات فقط من الجامعات الـ 24 المذكورة سابقا وكذلك سيتم عقد مقابلات مع الطالب قبل مرحلة القبول من أجلك تأكد من عدة أمور منها آآ اللغة الإنجليزية ومتائد كانت للغاية الإنجليزية سواء تحدث أو كتابة وغيرها بالإضافة آآ الآن ننتقل إلى الوثائق المطلوبة للتقديم. أولا صورة مصدقة من جواز السفر سارية المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل. ثانيا نسخة مصدقة من الوثائق الأكاديمية وكالتالي. المتقدمين للماجستير يجب أن يقوموا برفع الوثائق التالية شهادة وبيان درجات الثانوية بالإضافة إلى شهادة وبيان درجات البكالاريوس. أما بالنسبة للمتقدمين للدكتورة فيجب رفع الوثائق التالية شهادة وبيان درجات الثانوية وكذلك البكالاريوس والماجستير. أما بالنسبة للوثيقة الثالثة المطلوبة فهي وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة. آآ تصف نظام الدرجات بالجامعة اذا لم يكون المعدل التراكمي واضح في الوثيقة اما بين الدرجات او الشهادة. يعني اذا كان المعدل التراكمي واضح ومذكور فهذه الوثيقة غير مطلوبة. ننتقل الوثيقة الرابعة نسخة مصدقة من اتقان اللغة الانجليزية. ونلاحظ في هذه المنحة ميزة جيدة. آآ انه يمكنك التقديم لهذه المنحة بدون التوفل او لكن يشترط ان يكون لغة الدراسة للمرحلة السابقة سواء بكالوريوس او ماجستير هي اللغة الانجليزية. يعني اذا درست مرحلتك السابقة سواء انت تخرجت من البكالوريوس ودرست البكالوريوس بالانجليزي ولديك وثيقة من الجامعة تثبت ذلك فيمكنك التقديم لهذه المنحة وليس مطلوب منك التوفل. كذلك اذا تخرجت من الماجستير ودرست الماجستير بالانجليزي ولديك وثيقة تثبت ذلك فيمكنك التقديم لهذه المنحة ولا تحتاج ايلتس او توفل. اذا اذا كان لديك ايلتس بدرجة 6.5 حد ادنى او اختبار توفل عبر الانترنت اي بي تي. آآ وبحد ادنى للدرجة 92 يمكنك التقديم. بالاضافة الى انه كما تكلمنا يمكن للطلاب التقديم لهذه المنحة اذا كانت لغة التدريس في المرحلة السابقية هي اللغة الانجليزية ويجب تقديم وثيقة تثبت ذلك وهذا مذكور في موقع المنحة وسنضع لكم رابط الشروط ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو من اجل تتأكدوا من هذه الشروط. بالنسبة لبقية الوثائق المطلوبة خطابات توصية بعدد اثنين خطابات آآ صادرة من دكتور او استاذ او مشرف سابق. كذلك السيرة الذاتية بالاضافة الى مقترح البحث او ما يسمى خطة البحث بما لا يقل عن الف كلمة. وهذه تعتبر وثيقة مهمة جدا وتعتبر من معايير التقييم او معايير الاختيار كما سنوضح بعد قليل. بالنسبة لخطوات التقديم لهذه المنحة خطوات بسيطة جدا يتم تعبات السمرة التقديم على الموقع الالكتروني للمنحة ورفع الوثائق المطلوبة. آآ يجب ان تكون جميع الوثائق ممسوحة ضوئيا وبصيغة وبي دي اف ويجب ان تكون واضحة. بالاضافة الى آآ بعض الدول مثل دولة فلسطين الوزارة وزارة التعليم العالي في فلسطين تشترط التقديم بموقعها كذلك وتسليم الاوراق للوزارة ايضا وهذا سنوضحها ان شاء الله في الفيديو آآ القادم آآ بما يخص منحة ماليزيا للطلاب الفلسطينيين. آآ بالنسبة للمعايير الاختيار فهي كالتالي. اولا آآ مستوى التحصيل الاكاديمي يعني المعدلة التراكمية الخاص بالطالب. بالاضافة الى جودة مقترح البحث ومساهمتها المحتملة في النهوض بالتكنولوجيا ورفاهية الانسان. ثلاثة مهارات الاتصال وكتابة وقراءة وقراءة ممتازة في اللغة الانجليزية. اذا ثلاثة معايير الاختيار المعدلة التراكمية ومقترح البحث وكذلك مدى اتقانك للغة الانجليزية. آآ بالنسبة لاخر موعد للتقديم. اخر الموعد للتقديم هو ثلاثين ابريل الفين واحد عشرين. يعني يتبقى حوالي شهر كامل للتقديم. آآ بالنسبة لكيفية التقديم ان شاء الله في الموقع الالكتروني سنشرحها في الفيديو القادم خطوة بخطوة. ويمكنكم التقديم مجان عبر اتباع الفيديو القادم. آآ بالنسبة اي استفسارات حول هذه المنحة يمكنكم مراسلة المسؤولين عن المنحة. آآ عبر الايميل الواضح امامكم والذي سنضعها ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. او عن طريق آآ ارقام الهاتف الواضحة امامكم. وكذلك سنضع لكم ان شاء الله روابط التقديم والروابط اعلان هذه المنحة ان شاء الله في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اسفل الفيديو. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ولا تنسوا دعم القناة اعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة من اجل دعمنا بالاستمرار في نشر المنح الدراسي وتوضيح التقديم لها. اشتركوا في القناة